السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله وقاتلكم بكل خير. اليوم إن شاء الله بإذن الله سأقدم لكم اليوترين آرتري. حاوريكم إن شاء الله لطريقة البرايش افتو ذي يوترين آرتري انوتومي. وحنشوف الاري اوف ذي سكان بالنسبة ليوترين آرتري. وحنشوف اليوترين آرتري في النم بريقنات وومن. وحنشوف في البوسمن وبوزل. وحنشوف في حالة الابنورمل. فإن شاء الله بعد المحاضرة دي. هيكون اليوترين آرتري اسهل تشخيص بالنسبة لينا. تمام في كل حالاته. فحاولوا احفظوا معي الغيم. وصوروا بتلفونكم والقواعد دي سجلوها في العيادة. إن شاء الله مع كتلة التكرار. فالمعلومة ان شاء الله هتتحفظ لكم بإذن الله تعالى. فخلوني في البداية اتكلم لكم عن اليوترين آرتري. انا عندي راية وليفت كومن إلياك آرتري. ده بالنسبة لي هو الكومن إلياك آرتري. طلع عملي منه تو برعنش حاضر. الفوق ده ده الكومن إلياك آرتري. الاول بسميه إكستيرنال إلياك آرتري وديكتورو ده ماشي معي مع اللوار إكستريمتي. الثاني ده الإنتيرنال إلياك آرتري وده مصب بالاهتمام بالنسبة لينا. تمام؟ ده النقطة بتهمني أنا. إنتيرنال إلياك آرتري بيطلع منه برانش وبيصل معي للأريا أوفتو ده سيرفيكس. تمام؟ وين؟ مع السيرفيكس. معناه انا لو حبي اشوف الأرتري ده لازم اجي مع السيرفيكس. مين اسم الأرتري بالضبط؟ ده يا دكتور ده اليوترين آرتري. إذن يوترين آرتري. إذن عندي كومن رايت وليفت كومن إلياك آرتري. بديني إكستيرنال إلياك آرتري وإنتيرنال إلياك آرتري. تمام؟ تلكم جنبه هنا حرف الآي. بيطلع علي منهم آرتري سميته باليوترين آرتري. اليوترين آرتري بيتحرك معي لاترال وال أوفتو ده يوترس. يصل معي إلى الليفل أوفتو ده فندس. وقوم بديني برانش. أول واحد بسميه فندل آرتري. التاني بسميه التيوب آرتري. الثالث أوفيريان آرتري. والأسامي ده كله أدمج عليه مع اسم اليوترين. تمام؟ اليوترين آرتري. عندي آرتري ثاني بيجيني من الأبدومين الأورتة. بسميه قونادا الآرتري. كاسم عام. لكن مدام نحن أقصر ما نتكلم عن اليوترس فخلونا نسمي باسمه. ألا وهو الأوفيريان آرتري. أول ما يصل معي الى الأوفيري بدي نسميه برانش. بيقوم بيغزي معي الأوفيري. بيطلع منه برانش ثاني بامشي يعمل معي مع الفالوبيان آرتري. أو اليوترين فالوبيان آرتري. تمام؟ وبيغزي معي بالنسبة للفالوم. وبطلع منه آرتري ثاني بيعمل معي مع منيجة جماعة. مع اليوترين او الفلوبي او مع ال سوري مع يوترين او و كذا معناه طلع منكم تري برانشيس. نرجع مرة تاني الدني من الدني يوترين ارتري يوترين ارتري مشى مع الفندل فندل و الدني تيوب والدني اوفري او 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 احتري. إذا الأوفريان مع الأوفريان آرتري أو التيوب اليوتراين أوفريان آرتري مع الأوفريان آرتري عمل استيموسيس والأوفريان آرتري مع اليوتراين تيوب آرتري برضو عمل استيموسيس وفي آرتري غزة معي الأوفري إلى هنا من بره انتهينا ندخل قليلا في آرتري ثاني نطلع معي من الـ area of the internal ileic artery بس سميه به بالvaginal artery فاجينا الارتري واليوتراين ارتري نزل تحت يا جماعة مع الهاتف وفاجينا الارتري عمل استموز التاقهم مع بعض في اول من الهاتف كان نازل تحت غزة معي البارت اوف دي سيرفيكس والأبر بارت بالنسبة لي الفاجينا وعمل استموز هنا الفاجينا الارتري غزة معي الفاجينا بيقى فيه سمول ارتري داخلي معي للداخل من التو ايريا وصل معي الى المايومتريا طيب نتحرك شوية ندخل داخل الارتري دخله معي الى الداخل مع اللاتر الول وبده يغزي معي طبقة المايومتريا من التو ريجون ده هنا بالنسبة لي بسميه الصغير للداخل ده هنا ريديال ارتري واحفظ الاسم فروم تو سايد اتلاقوا مع بعض وين في الليفل مع السيروزة حاضر نقرب عليكم عينوا في الطبقة اللونه ابيض مع السيروزة تو ريديال ارتري عمل استموز ده اسمه اريكويت ارتري ارك شكله كده ارك عمل زي القوس الريديال ارتري الداخلي عن طريق المايومتريا طلع منه تو برانش واحد سمول وستريد الثاني كان لونج وكان سبايرل حاضر الصغير ده ده البيزيلري ارتري والثاني اللونج والسبايرل ده بالنسبة ليه سبايرل ارتري من الاسم بتاعه تمام البيزيلري ارتري الحاجة اللي بيتميزه عن السبايرل ارتري ان البيزيلري ارتري ما بيتأثر معي بالهرمون تمام ما بيتأثر معي باليوترين هرمون اما السبايرل ارتري لا بيتأثر بالهرمون وبيتأثر في حالة المنستر السايكل وبيتأثر معي في حالة البريغنان اذا كأنه هو فانكشن بالنسبة للمنستر السايكل او بالنسبة ليه البريغنان الى هنا اركزه معي كويس جدا اذا نعيده مرة تانية انتين يلا تنمه تمام الانتين واستموز مع الثيوب غزل بالنسبة للفلب. تمام? وواحد عمل استموز مع وده هنا الفجاينا والتحد مع واتغز معي وطلعت الداخلية. تمام? طيب تعالوا نشوف. باين عليه صغير جدا داخل الداخل وصغير. اذا صغير وستريت في الداخل. صغير وستريت. وده هنا الطويل. ده هنا صغير. صغير ده بالنسبة للارتري. ده بالنسبة للارتري. اذا انا حبي ابدأ الاسكان. ابدأ من وين? اه نضع البروب. تمام? نحاول نضع البروب في منطقة البلفيت. تمام? اللانمارك بيشن فيس. نخليها في البداية كده بالل اس. تمام? لانجتيدونال. اول ما يصهر معي السيرفيكس. سيرفيكس. اصلي الدوبلر. ظهر معي يوتوراين ارتري. براشتو اريا ده هنا الاريكويت ارتري. مفروض انا في منطقة اليوتوراين ارتري هنا. اصليت عليها العلامة. الا وهي ما نسميه بالاسبكتر الدوبلر. الا وهي. ارسومه هنا دقيقة. صلت عليه الفوليوم بتاعته. اول ما صلت الفوليوم خلاص بصهر معي الرسم البياني. ابقى عندي السؤال هنا. دي في حالات النام بريغنان. ودي في حالة الباثولوجي بريكلامسيا. وهنا في النورمال بريغنان. كأني هنا بتكلم عن حاجة واحدة. الا وهي الاسبايرال ارتري. ده الاسبايرال ارتري. في حالة النام بريغنان باين عليه انه هو لونج طويل. تمام? وبالنسبة لي هو صغير. تمام? في هذه الحالة اسمه هاي رزيستن. تمام? بيكون هاي رزيستن. في البيغنان دايليتد. وفي سيلز ملتفة حوله ادت الى الديليتد. كأنه عملت انفيجن. صحيح؟ دي بتسميه تروفو بلاستيك سيلز. دي وظيفته تشتغل معي في البيغنان تعمل معي دايليتد. وبالنسبة الاسبايرال ارتري بكله رزيستن. طيب هنا بريغنان في بريغنان ومع البيغنان هاي رزيستن. بالنسبة الاسبايرال ارتري اه دي حالة ابنورمل. دي بالنسبة لي حالة ابنورمل. طيب تعالوا نشوف في كل الحالات. تمام? برسومه لكم حاليا بس عشان اوضح لكم البيان. وتاني بديكم الارقام الذي تبنوا عليها ان شاء الله الى الامام. افكاركم وتشخيصكم. اذا area of the cervix مع منطقة السيرفيكس. صلت دوبلر. ظهر معي دوتراين ارتري الرايت والليف. البي ريح يا دكتور. طيب ظهر معي. صلت على والفوليوم ار. ظهر معي الرسمة البياني. الهي عندك كم ايريا مهمة. ثري ريجون. الاولى المنطقة بتاعت. الثانية. الان دايستوليك فلوسيتي. بتوين البيك سايستوليك والان دايستوليك. ما بين القمة والقاع. بين معي. ظهر معي. نطش. العلامة دي بسميها النطش. دي نورمل انك تشوف في النان بريجنانت وومن. مرأة. نان بريجنانت. مفروض تشوف فيها الحالة النطش دي طبيعية. ولازم اصلا انك انت تشوفها. دي بسميها النطش. وتعالوا نشوف النطش دي قصة شنو. كبل ما نشوف القصة نكون متفكين. النان بريجنانت وومن اتفقنا على وجود النطش. تمام? طيب انا في حسابات لازم احسبها رئيسية جدا. الا هي في البداية الناس كلها بتحتمد معي الريزيستف اندكس. طيب الريزيستف اندكس ممكن تورينا شرحه كيف? انا ها وصف لكم رابط تحت اسفل الفيديو. ان شاء الله بعد نهاية المحاضرة. ممكن ترجعوا وتشوفوا طريقة حسابة الريزيستف اندكس بكم طريقة. تمام? طيب. تعالوا نشوف بطريقة السريعة. الريزيستف اندكس بساوي big saystolic ناقص. اين دايستوليك على البيكسايستوليك. من وين نطلع البيكسايستوليك؟ من اعلى غمة. اعلى غمة اي رقم بصفك هنا في القمة العلوية دا هي البيكسايستوليك. والان دايستوليك مع نهاية القمة أو نهاية الويفس تمام؟ افترضنا إن البيك سيستوليك كانت عاملة معي يعني نقول 100 الين دايستوليك عاملة معي 50 فهي على 100 المية الأولى البيك سيستوليك على أو مينس ناجس الين دايستوليك 50 على البيك سيستوليك 100 بتطلع معك الريزيستيب اندكس النورمال أوف الريزيستيب اندكس كما أفروض يكون معنا الريزيستيب اندكس في النم بريجنت وومن مفروض يعمل معك 0.55 إلى 0.75 داي هنا مفروض يكون معاك النورمال الحاجة القريبة الذكرة لي في الرسم البياني النوتش إذن ما هي النوتش؟ من سببه يا ديكتور سبب الاسبايرل آردري معناه هنا إنه هو تمام؟ طيب داي هنا فريستراميس بريجنت وومن بريجنت وومن وفي نوتش دي حاجة غريبة جدا بلاحظ الاسم فوق كاتب ليه فريستراميستر معناه يا دكتور نورمال نورمال إنك تشوفه في الفريستراميستر طيب نكمل في الساكن تراميستر وزي ما اتفقنا يا جماع بس نحفظ القيم الآن بذكره ليكم أحفظوه وبإذن الله تاني شاء الله بتكون معكم سهلة تمام؟ إذن هنا في حالة النورمال البيكس سيستراميستر في الساكن تراميستر مفروض يعمل معك من ففتين إلى ون هاندريد سانتمتر اوبر ساكن طيب تعالنا شوفوا هنا عمل معي كم تمانين نورمال الإندايستوريك مفروض من Xiaomi إلى Jas 7 طيب تعالوا هنا لسا عمل معي مع Jas 8 إذن نورمال اتفقنا player البيكس سيستراميستوك إذا معناهsee البيكس سيستوريك م مينص الإندايستوريك على البيكس سيستوريك مفروض يكون كم في الساكن تراميستر يا دكتور في الساكن تراميستر مفروض يعمل معك 0.58 إلى 0.72 طيب البلستات اندكس وهو الديفرينشيال between the big systolic and the minimal end systolic مفروض يعمل معي كم؟ مفروض يعمل معي 0.8 إلى 1.2 طيب ال systolic diastolic ratio مفروض يكون less than 3 cm طيب هنا بالنسبة للثيرت ريمستر هنا معناه ان ال resistive index بتنقص معي الشديد low resistive index مفروض تعمل معك كم ال resistive index مفروض 0.4 أو 47 أو من 4 إلى 0.6 0.4 إلى 0.6 دي طلح تعمل وين؟ من ناتج ال big systolic ناقص ال end systolic على ال big systolic الهو مفروض يكون كام كبروكزيمال كبيك systolic كبروكزيمال مفروض يعمل معي اللي هو ال 85 end systolic إلى 40 إلى 45 cm over second ال palsted index مفروض 0.5 تمام sorry 0.6 أو من 0.6 إلى 0.8 systolic diastolic ratio مفروض يكون less than 0.5 دي هنا بالنسبة لل normal تعالوا نشوف في ال abnormal الموضوع كيف ممكن يختلف معي بالنسبة لل second trimester اتعرفنا على الغيام في حالة normal تعالوا نشوفه في ال abnormal طبعا في بعض الأحيان أركز معي أول علامة بتنظر لها وجود النوتش على فكرة ممكن تلاقي ال big systolic وال end systolic في normal range أثبت طيب هنا تعالوا نشوف ال big systolic عامل 94 تمام 94 بالنسبة لي هي داخلة ضمن النormal ال end systolic عامل معي 15 15 داخلة معي ضمن النormal الحيختلف معي مين يا دكتور ال resistive index معناه أنا وقت خسمت 94 minus 15 على 94 طلع معي 0.8 كresistive index وال 0.8 بالنسبة لي هو بيعتبر abnormal معناه high resistance high resistance هنا أقصى حاجة مفروض يحصل معي إلى 0.7 وصل معي إلى 0.8 abnormal طيب نجرب مع بالستate index احتمال يختلف معي الموضوع بالستate index هنا عامل معي 2.1 طيب دي هنا في abnormal في normal مفروض أنه يعمل معك من 0.8 إلى 1.2 هنا لا وصل معي 2.1 طيب نشوف ال side surrogant دي ال side surrogant هنا عامل مفروض يكون 6.26 abnormal عرفنا كيف نوضحها طيب في حالة بالنسبة لليوترس برضو نحن متفجين فيها بالنسبة لل post منوبوزل مفروض هنا بتكون معناها مفروض تكون كامل تمام ك إحنا لو مسكنا في القيم غاد لا تتساوى معنا طيب مفروض تصل معي إلى هنا عملت معي خلاص 8.5 سنتمتر هنا عملت معي 8 سنتمتر معنا إن 8.5 كبروكزيما abnormal طيب resistive هنا طلعت معي في normal مفروض تكون 0.8 هنا عملت معي 0.6 abnormal بالستات index مفروض تعمل معي عملت معي 0.8 وهنا مفروض في normal تكون 1.5 abnormal إذن معناه إن هي حالة abnormal في normal المفروض تكون absent بالنسبة للنطش أو الديستوليك أو الديستوليك الديستوليك وجود النطش دي من الثاني الثير تريميستر دي من نسبة يا preeclampsia يا IUGR يا prematurity أو ال placenta approach يا stale breast يا cesarean section يا low pierce weight أكد الدراسة 80% إن absent بالنسبة النطش أو spiral artery تمام ديستوليك off to the spiral artery دي تشخص ك infertility وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته